لابس جاكتة بيجاما كاستور كاستور يا اخوانا مش جاكتة بيجاما عادية من الجيل مثلا وقتك كاستور اللي هي انت من وانت عندك 13 سنة رفضت انك تلبس الحاجات دا بعد كده و لابس تحتيها بانطلون ترينج مش هقول سويت بانس بانطلون ترينج وقايم من حاجة زي يعني نايم غايبوه بقى ومكسر ومدخدغ ومضروب وشعره منكوش وعنده 80 سنة ودقنه طويلة ولا حاجة ولا حاجة خالص زي حضرتك حضرتي مين يا دور مان ما نبسنا ومان ما نضافنا مقطوع علينا برضو انزيديس دا ريد دور دا الجزء الخامس في سلسلة افلام انزيديس وانا اتفاجئت بانه هو جزء الخامس في سلسلة الافلام لان انا في تقدير الشخصي على قد ذاكرتي كنت متصور انه هو اتعمل منه في المين بس وهو الحقيقة اللي يتشاف منه حتى هذه المرحلة هم في المين بس اللي هو الاول والتاني والفيلم التاني ما بيلاقيش اللي هو تشاتر 2 ما بيلاقيش ترحيب نقدي كبير قوي رغم انه في رأيي الشخصي افضل فيلم في السلسلة ومن اجمل افلام الرعب عموما سواء في العالم دوت او في العوالم الموازية القريبة منه شوية زي عالم دا كونجورينج والحاجات دا تلاقي الفروق اللي ما بينها ماياش كبيرة وكلام زي دا يعجبك في سلسلة انزيديس هو مش كل الافلام تعتبر سيكويل لنفس الحدوطة كان فيه واحد من الافلام بريكويل بكاست مختلف بحدوطة مختلفة بكلام زي دا بس يعجبك في ان في الحدوطة الرئيسية هم محافظين على نفس الكاست حتى الاطفال لان الجزء الاول والتاني الاطفال كانوا بيلعبوا فيه دور مؤام جدا والاطفال دول دلوقتي يكبروا وهما محافظين على نفس الكاست على نفس الشخصيات على نفس الممثلين منهم البطل بتاع الفيلم اللي هو الولد الصغير اللي في الفيلم دا بيروح الجامعة وهو كممثل صاحب امكانيات مش بطال قوي ولكن في الفيلم دا ممكن يكون تضرر شوية من بعض العيوب الاخراجية وهي المشكلة الكبرى في الفيلم بشكل عام في رأيي الشخصي هذا الفيلم مش حلو على مستوى الرعب بيعتمد على الادوات الكلاسيكية جدا بتاعة الخداع البصري في انه يوجه تركيزك لنقطة معينة وبعد كده يستغل المساحة السلبية عشان يصدر لك جامب سكير بطريقة معينة والاجواء بتاعتنا افتقدت بشكل كبير قوي والتاني الشعور بعدم الارتياح اللي موجود في كل مشهد حتى لو ما كانش بيحاول من خلاله ان هو يصدر رعب مفتقد تماما في الجزء دا والحدوتة بتاعتنا ببساطة للناس اللي فهم العالم بتاع انزيديس هو ان الولد الصغير بعد ما كبر ودخل الجامعة بيهول فن وبيخش كلية فنية واثناء اتجاهه للتعبير المعين بيغوص في اعمق نفسه تحت تعليمات المدرسة اللي موجودة وده بيخليه يخلق تواصل مرة اخرى مع حدوته القديمة الاصلية في القدرات الاستثنائية اللي موجودة عنه وانه يصل لعالم موازي مليء بالاشباح ومليء بالارواح المحطمة والمعذبة اللي من خلالها فيه ناس بتحاول ان هي تستغل وجوده عشان ترجع معاه للعالم الحقيقي وده بيفتح الباب للحدوتة اللي كان نسيها او اتحدفت من ذهنه هو وابوه لان مع تذكوره للموضوع ومحاولة دخوله لهذا العالم اللي هو The Further مرة اخرى بيحصل تحذير للقبل من الناحية التانية وبنخود مغامرة شبه الافلام السابقة على مستوى القصة احنا ما عندناش حاجة تستدعي العودة اوي الحاجة الوحيدة اللي نحترمها هي حفاظ على الحدوتة بتاعت نفس الاسرة وانهما كبروا في السن والولاد كبروا فآه انا بتتبع اللي حاصل فلو انت عاوز تديني update تمام ولكن الحدوتة اللي انت خلقتها او اللي انت بتحكيها من خلال هذا ال update ما كانش ليها داعي قوي يحسب للفيلم كذلك انه مش ممل ما فيش اي لحظات فيها ملل او بواخة انا تسليت من اول الفيلم الاخر ولكن اخراجيا الفيلم ده هو الاول اللي من اخراج باتريك وولسن مش لي وانال او الناس التانيين اللي عملوا او للعب و دور المخرج في الافلام السابقة وباتريك وولسن مخرج تعبان الى اقصى درجة ممكنة كل المشاهد الحساسة في الفيلم اللي كان ممكن يتصدر من خلالها رعب فعال دايما وانت بتتفرج بتتوقع حاجة سهلة جدا لان الظرف يسمح لها وهو يفسدها باختياره للزوايا باختياره للتوقيت باختياره للموسيقى باختياره للاضاءة باختياره لكل حاجة ما فيش في المشهد رعب فعال بفضل او للأسف بزنب اللي هو ارتكبوا في اخراج هذه المشاهد لذلك لو انتم محبين سلسلة انزيديس لا ما فيش حاجة تتفوق على الجزء الاول والتاني حتى الان لو انتم محبين افلام الرعب وفي غياب نحن داخلين لسه على الموسيق بتاع الهالوين اللي حتكتر فيه الافلام بتاعت الرعب لا غالبا يعني لو جينا نعمل top 5 على نهاية السنة الفيلم دوت مش هيكون موجود في التصنيف من اساسه وتقييمي لي 4 من 10 نوعية افلام رومانتك كوميدي يعني بسيطة جدا 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 لدرجة ان بقالها كتير قوي ما بتتعملش يعني غالبا الافلام اللي شبه دي في الصناعة العالمية بقت محدودة جدا مفيش ممثلين بأسماء كبيرة بيشتغلوا في الافلام اللي شبه دي من مدى بساطتها اللي هي طبعا كانت شهدت السطوة الكبرى بتاعتها والتقلق الاعظم في بداية الالفية الجديدة وفي فترة التسعينات كان فيه رومانتك كوميديز كتير قوي كان ليها ابطال بيشتغلوا فيها بشكل متكرر منهم هيث لتجر الله يرحمه في البداية ماتيو مكونهي جينيفر لوبيز الناس دول هما اللي كانوا وعدد كبير من النجوم كانوا بيشتغلوا وبعد كده الموضوع ده تنقطع لفترة طويلة وبترجع دلوقتي جينيفر لورنس لإحيائه بكوميديا خفيفة فيها جانب رومانسي فيها جانب coming of age أو حد بيكتشف نفسه مع السن والكلام ده لأن الحدوتة بتاعتنا بتدور في منطق ومنطق دوت هو المصيف بتاع الأغنية ده الصحل الشرير بتاع أمريكا والشخصية اللي بتقوم بيها جينيفر لورنس من الناس اللي عايشين في هذه المدينة وبيعانوا من مشاكل اقتصادية شديدة جدا وأحد المصطفين اللي جايين لهذه المدينة عنده ولد صغير مش قادر يخرج من الشرنقة بتاعته اطلاقا بتاعت طفولته فبيتم الاستعانة بالشخصية اللي بتجسدها جينيفر لورنس علشان تصاحبه وتمارس معاه الموضوع اللي انتوا عارفين ويعني علشان يكتشف رجلته ويبقى مستعد لأنه يندمج أكتر مع الحياة الجامعية اللي هو بيستعد لها تجربة المشاهدة طبعا بعد اللي أنا وضحته دوت أكيد فيها مشاكل كتيرة قوي بسبب التقطيع والتقطيع الكتير وعلى ما يبدو المشاهد جريئة جدا لأن فيه مشاهد جريئة أو نقول أقل جرأة مما تم حطفه وعلى ما يبدو موجودة جوه الفيلم وحقيقي ممكن تشعر اللي بتفرج بعد المرتاح فهو بكل تأكيد فيلم غير عائلي أما التجربة الكوميدية نفسها فممكن نقيمها بأنها كويسة لا ترتقي لدرجة الجيدة واللي ممكن يتصدر للمشاهد من ضحك وخصوصا في المشاهد الحركية ما هواش كتير قوي أقل بكتير من اللي موجود في دماغنا عن المحاولات الحقيقية بتاعت فترة تقلق النوعية دي لا المرة دي فيها حزق شوية فيها محاولات أكتر من اللازم للمبلغة في المواقف الحركية من أجل تصدير الكوميديا وما هياش دايما النجحة الكاست المساند كويس ولو الناس العرفة نوعية رومانتك كوميدي بتاعت أمريكا الاعتماد الأكبر في الأغلب بيبقى على الكاست المساعد على السايد كيكس أصدقاء البطلين اللي بيخشوا كل شوية في الصورة بالتعليقات بتاعتهم الرئيسي كذلك دمه خفيف الولد جيد جدا جينيفر لورنس جيدة جدا وعجبني إنها في دور زي ده تبدل مجهود كبير مش مجرد إنها بتاخده زي ما يكون استراحة فيلم صغير نقضي فيه وقته وكلام زي ده لا تكسيديا بتبدل المجهود والشخصية بتاعتها ليها أرك جيد جدا لأن الصداقة اللي بتنشأ ما بينه وما بين الولد بتغير كتير في طبعهم هما الاتنين وحقيقي هما الاتنين ممثلين كويسين وساعدوا جدا على دفع الفيلم للأمام والجانب الدرامية أو الجانب الرومانسي لو ينفع نقول عليه كده لأن هو رومانسي سلاش صداقة علاقة وصداقة في نفس الوقت التطور بتاعها برضو جيد جدا فيمكن يكون الجانب الجاد في الحدوطة بتاعتنا أفضل شوية من الجانب الكوميدي في الحدوطة بتاعتنا والجانب الجريء عايز أقول الإباحي بصراحة لأنه بيوصل في بعض الأحيان لدرجة ممكن ما نتخيلش إنها تعرضت في السنما في مصر على الإطلاق ما بتشعرش بالارتياح وكان يمكن تجنبها يعني دي من المرات الأوليلة طبعا أنتوا عارفين كويس أنا مش رافع لواء المحافظة في المشاهدات السينمائية بس الحاجات اللي هم حطوها كان ممكن جدا نتجنبها كان ممكن جدا يتم استبدالها بأمور تانية تجنب الفيلم التصنيف وتخلي تجربة مشاهدته مريحة أكتر وتسمح للمشاهد بإنه يركز أكتر في العلاقة والاستداقة والرومانسية اللي احنا بنتفرج عليها عموما الفيلم اللي حبيب يتفرج عليه ممكن يكون من الأنسب أنه ينتظره لأنه فعلا في السينما مقطع مش كويس خالص ممكن يفصلك وانت بتتفرج وبكل تأكيد ما هواش أمر للمشاهدات العائلية وتقييمي ليه ستة امان عشر هو عموما انديانا جونز كسلسلة أفلام ملهاش الجذور الممتدة داخل الثقافة الشعبية العربية على الإطلاق ومحبين هذه السلسلة ناس قليلة وناس يعني ارتبطوا بيها لأسباب احنا ما حضرناهاش وماوصلنا لهاش نفس الكلام ده ينطبق على ستار وورز يمكن دول السلسلتين الأكبر الأقل وصولا لدرجة التواصل والحب مع المشاهد العربي ومع ذلك أنا اللي شفته من أفلام انديانا جونز زمان عجبني حاجات كانت بتيجي في تلفزيون حاجات كانت بتيجي على او اس ان تبعت منها حاجات بس ماقدرش اقول ان انا شفت كل الأفلام او الصراحة يمكن اكون شفت كل الأفلام بس انا مش مدرك لده فترة السطوة بتاعة هاريسون فورد طبعا رسخت الأسطورة دي وتواجد الأفلام في البداية من اخراج ستيفن سبيلبرج وفي شراكة الانتاجية مع جورج لوكاس وهي دي الشراكة اللي بتجيب لنا الفيلم دوت وان كانت مش مع ستيفن سبيلبرج اخراجيا مع جيمز مانجولد وجيمز مانجولد من المخرجين اللي انا تعلمت احترمهم ما كانش لية فيهم قوي بس مع مرور الوقت احترمتهم شويتين ويمكن من أجمل أفلامه لوجن الولفرين الأخير واللي كان فعلا فيلم متميز وعمل قبل كده كوبلاند كذلك فانا بحترم جيمز مانجولد الفيلم ده جيه في توقيت عاوز اقول انه مش موفق قوي لانه محتوط كفيلم كبير وكانتاج عملاق في وسط انتاجات كبيرة عملاقة اخرى بتزق السقف بتاع الاكشن وبتاع المخاطرات وبتاع المؤثرات البصرية وبتاع المشاهد الكبيرة قوي الميجا اكشن سينز لأبعاد جديدة تماما يعني هو داخل في ساندويتش مبين جون ويك ومبين ميشن امبوسبل وممكن نحسب في النص فاست اكسو فالناس كانت متوقعة ان اللي حيستدعي او اللي ممكن يشجع هاريسون فورد انه يرجع تاني للدور ده مرة اخرى حاجة متشافش زيها قبل كده هل ده حقيقي صراحة لأ الفيلم ممكن يتقلق عليه عادي في اغلب تفاصيله الصراع المرة دي ما بين انديانا جونز وما بين النازيين مرة اخرى وبننتقل زمنيا ما بين فترة شبابه وما بين فترة كونه رجل مسن وبيتقعد خلاص من العمل الجامعي ولكن القدر بيشله مواجهة اخيرة تحمل في طياتها الكثير من التحديات التاريخية والتحديات الطبيعية كذلك كعادة افلام انديانا جونز زي ما بيتشرح جوه الفيلم نفسه انه ممكن يكون رجل علم في المقام الاول ولكن هو شاف في حياته حاجات كتير ما اقدرش انه يشرحها او يبررها حاسس ان التحدي الاعظم اللي كان امام القائمين على الفيلم هو ازاي نعمل فيلم اكشن برجل في الثمانين من العمر من غير ما نحسس المشاهد ان في حاجة غريبة هل نجحوا في ذلك نجحوا في ذلك بشكل كبير جدا يعني انا في فترة معينة او في توقيتات معينة بدأت ابطل اسأل هو هاريسون فورد قادر يعمل الحاجات دي ولا لا والفضل في ذلك يرجع بالكامل لجيمس منجولد طريقة التصميم بتاعت المشاهد وطبعا الناس يعني العمل الكوريوجرافي بتاعت المطاردات ومشاهد الاكشن والامور دي كلها اتعملت بشكل علشان ما يبينش ان فيه تحديات صعبة على هاريسون فورد مع بعض الاستثناءات القليلة اللي فيها بعض الاشتباكات اللي ما كانش مقنع فيها قوي واللي ذكرتني وانا باتفرد بروبرد نيرو في دا ايرشمان لما برضو المشاهد والضرب والكلام دوت ما كانتش اكتر حاجة مقنعة في الدنيا واحد زي هاريسون فورد سيطر على السبعينات والثمانينات والتسعينات وبعد كده رح نطط حقبة زمنية بالكامل نطع عقد بالكامل ورجع لنا وهو عنده تمانين سنة هاريسون فورد عمره في حياته ملمع نفسه بزيادة ولا خدو الشين ورنيش ولا عمل الحاجات اللي بيعملوها ولا جيم ولا بيم ولا اي حاجة من الكلام ده الراجل هو سايب ايده كده حاجة صعبة قوي بصراحة كذلك الحقبة الزمنية البعيدة شوية فيها من اجمل ما يمكن تقنية التصغير في السن اتعملت كأنظف ما يكون لذلك انا ما بقيتش مقتنع ان هي فيه تقنية معينة بتعمل الموضوع دود الرقع الصنايعي حاجة كده عاملة زي القهوة المكان حلو والمكانة حلوة وكل حاجة والبينز من اجمد ما يمكن وكل حاجة نظيفة وبتاع ولكن الرقع البريستا الرقع الرجل اللي بيعمل لك في انجان القهوة اللي بيعمل لك الكوباية بتاعت القهوة فدول صناعية شطار وعملوا حاجة مهمة جدا ونكحة جدا ومتميزة جدا وما تهمش الناس في اي حاجة الناس دلوقتي عايزة تتفرج على انديانا جونز وهو بيخش عصر الجون ويكس عصر الميشن امبوسيبل عصر الحاجات ديات ولكن انت عندك اولويات اخرى انك مجرد انك بتقدم فيلم في عالم انديانا جونز صالح للمشاهدة دلوقتي وتنبهر بان هرسون فورد راجع بالكارزما العملاقة الجبارة بتاعته من غير ما نحس ان فيه شوائب عليها مش ده اللي احنا كنا منتظرينه انت نجحت فيه بس مش هو دوت اللي احنا كنا جايين علشانه او متصورين ان احنا حنلاقيه في الفيلم الفيلم مش ممل الفيلم مسل في اغلب تفاصيله ممكن تواجه الصعوبات وانت بتتفرج عليه لو انت ما عندكش اي ارتباط بافلام انديانا جونز وصولا للتسلسل الاخير والتسلسل الاخير فيه من اعظم ما يكون رائع ممتاز جدا بيزق الموضوع فكريا لحاجات انت منتصورت شنو ما ممكن يقدموها داخل فيلم زي ده انت في الجزء الاخير في اخر حزبة نص ساعة في الفيلم بتوعه تقول هم حيعملوها ولا ايه هي ممكن توصل لكده وبعد ما تلاقي نفسك وصلت لحاجة انت ما كنتش متخيل انها ممكن تحصل تبتدي تقول طب دلوقتي حنعمل بيها ايه الحاجات داية فتلاقي في الاخر ان في حرص كبير قوي على قفل الارك بتاع الشخصية والرحلة العظيمة اللي هي مشيت فيها الفيلم الصالح للمشاهدة لو حد ما يعرفش اي حاجة عن افلام انديانا جونز ولكن مش هلاقي فيه اي شيء جذاب لانه حيطلع فيلم اكشن بيدعي انه عملاق بيدعي انه ضخم ولكن بمقاييس الافلام بتاعت النهاردة هو اقل منهم شويتين تقييمي للتجربة بشكل عام ولمشاهدة الفيلم على حد علمي بافلام انديانا جونز وباللي توقعته مقابل اللي لقيته جوه الفيلم سبعة من عشر